السلام عليكم ازايكم اخباركم اي اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وزي ما انتم شايفين السيدة بتاعت النهاردة عندها شوية افكار وكمان مشتريات وطولة تنظيم وترتيب ما اقولكوش بقى زي ما بيقولوا كده النظام والترتيب عندها ليستايل تاني خالص وشوية كمان بقى المنظمات اللي هتبهرنا بيهم خلال فيديو مع كم فكرة جديدة ممكن تخدق في مكان تاني خالص شكل السرير بتاعها زي ما انتم شايفين المرتبة عالية شوية فقدرت تستغالي الفكرة اللي زي دي لان زي ما احنا عافين طبعا دلوقتي من معظم الملايات ممكن تكون جاية على قد شكل السرير بالزبط وبالفعل كده جبت اضافة بالقماش الابيض زي ما شفنا وبدأت تزبط بيها الملاية عشان تديها الشكل جمالي مع شوية كمان دي كرات اللي موجودة في الغرفة المكان بقى مختلف جدا كشكل اسطيل وزقعام الموضوع كمان بالفعل مختلف قوي تعالوا نشوف هنا كمان دلوقتي مع بعض البوكس بتاع المنظمات اللي قدامنا ده وازاي كمان تقضي تستغالي الفكرة وتوصلي كمان لحاجة هنا ممكن تكون شيك ومختلفة جدا تعالوا نشوف كمان دلوقتي كده فكرة الانبهار هنا وجابت كده حاجة زي حامل ترفع بيه السرير وتبدأ تحط السجاد بالصورة والفكرة اللي هي حباها حتى كمان فكرة تركيب استطير زي ما شفنا كده مع درجات الالوان مع الفوضة الجميلة اللي موجودة مع شكل السجدة الجديدة الموضوع بقى مختلف جدا وتعالوا مع بعض كده كمان نشوف لسه أحداث فيديو النهاردة هتمشي معانا ازاي طبعا ما شاء الله البيت عندها كبير وعندها طبعا مساحات واسعة فتقدر طبعا تغير في شكل السجدة تنوع فطبعا الاختلاف ده بيظهر عندها بصورة كويسة جدا ووسط ده كله بتحاول طبعا تبهيرنا بكل أفكارها وروتيناتها وطريقة تنظيمها وترتيبها في البيت واستعدادها حتى لتوضيب كل حاجة حتى روخامة المطبخ عندها هنا جابت الجهاز بتاع البخار وبدأت تنظف معانا دوالي بالمطبخ الروخام زي ما شفنا الشباك من جوا ومن برا حتى كمان الشفات البوتاجيز بدأت تعمل معانا ده كله حتى الفواصل طبعا ده ممكن تكون موجودة بين السراميك يعني بقدر إمكان حاولت تزبط كل حاجة ممكن تتخيليها وما تتخيليهاش وشكل البيت قد إيه هيكون أروأ بكتير مع شوية طبعا بأكد دي كرات والإدافات اللي بتضيفها في البيت تعالوا نشوف كمين كده المجمل العام أكيد ما شاء الله كل واحدة فينا دلوقتي بتقول نفسها ده هي ما شاء الله عايشة زي ما يكون في أصر كبير أكيد طبعا ظروفها وإمكانياتها تسمح لها بدأ لكن ده ما يمنعش إن إحنا ممكن ناخد فكرة صدقيني لو بسيطة يعني مثلا دلوقتي المرأة اللي قدامنا دي جابتها وعلقتها وتحتها الكمود فكرة حلوة جدا ممكن أي حد فينا يعمل فكرة اللي ممكن تبدو إنها بسيطة دي لكن تغيري بيها فكرة عندك أنت محتاجها في البيت تصميم ممكن تقدر إني تتنفذيه وصدقيني كلنا في المقبل يعني طبعا منكم محتاجين شوية أفكار وتصميمات زي دي وكمان في نفس الوقت يكفي بس إن إحنا بنقصر روح المدل اللي ممكن تكون موجودة عندنا وبنتفرج على فيديو ممكن يكون مسلي وممتع جدا شوية بقى طبعا الأفكار بتاعتها صدقيني ممكن تفيد أكتر بقى البنات المقبلة على الزواج الفترة الجاية شوية تصميمات وديكورات وأفكار حلوة وكمان كلها استخدامات بتوفر لك في المساحات حتى كمان لو أنت مطبخك صغير الحمام بتاعك صغير تقدري طبعا تغيري وتجددي حسب الفكرة اللي أنت حبها إزاي تكوني متنوعة وتقدري كمان تكوني قد المسئولية وتبهير ديوفك بالشكل والتصميم اللي أنت حبها دي كلها طبعا نمازج بنشوفها وبيختلط ساعات عين الأمر لكن مع تصميمات وديكورات دي صدقيني الموضوع بيختلف جدا وطبعا حتى كل التصميمات دي بتفيدني أبي تعالي نشوف مثلا كمان دلوقتي الشكل الإضاءة كده مع إزدارة اللي حطها في البيت قد إيه شكلها حلو حتى طرق التنظيف بتاعتها في السجاد الكبير المراتب كمان اللي ممكن تكون حجمها ما شاء الله وسمكها عالي شوية وكمان المكتل على الأرض يعني كل ده بتعمل لها كده دور التنظيف هيلوي شوية الكربوناتو وزي ما شفنا كده بتخلي ريحت وتعطير كمان المراتب قوية جدا شكل السجاد وطريق تغييرها في كل فترة والتانية لأن طبعا التنوع زي ما احنا عارفين بيفرق جدا في حياة أي واحدة فينا والتنظيم كمان دايما بينقلنا لمكان تاني خالص إزاي تكوني قد المسئولية وشكل البيت يتغير معاك إزاي كمان تكوني شطرة جدا وتحاولي تخلي البيت يختلف بالنصبالك الإضافات طبعا والزهرية اللي بتحطها في مكان التاني اللي اختلاف ده دايما كمان بيبهرك شكل كمان فروع الورد اللي انت ممكن تضفيها في البيت عندك حتى شكل السلم الداخلي اللي موجود عندها في البيت من جوة حاولت كمان تزبط فيه وتغير فيه وأكيد طبعا دايما الملل والزهر هو اللي دايما بيخليجة الجيل كل حاجة ممكن تكون جديدة تنوعي تغيري تكسري الملل والروتين العادي والتقليد اللي ممكن يكون موجود تعالوا نشوف كمان دلوقتي كده بعض الإضافات واللمسات السحرية اللي بتحطها عندها في البيت عشان تخلي الشكل العام والمود العام أجمل بكتير دي كلها طبعا مجرد أفكار كمان في نفس الوقت ممكن تستغلي صندوق زي اللي قدامنا ده وكمان الشكله طبعا معمول بالخوص وستات كتيرة شطرة ممكن يكون عندها موهبة إنها تعمل ده بنفسها طبعا بقى كمان التنظفات المستمرة والشكل البيت وتعطيره وطريقة النظافة اللي بتختلف جدا وزي ما قلتلكم صدقيني مع كل خطوة من دي شكل البيت بيفرق بالنسبالك وطرق التنظيف بتخلي الحياة بالنسبالك أسهل وأسهل بكتير نشوف برضو هنا كمان بقى كده الجهاز ده اللي بيساعدك إن انت تنظفي السجاد الفاتح بتاعك اللي يمكن كل الستات بتخاف إنها تجيب عندها في البيت سجاد فاتح وبتبقى قلقانا جدا من فكرة زي دي لكن أكيد بالنسبة للست الشطرة الموضوع عادي جدا وتقدر تأقرب نفسها بين أي حاجة والتانية وندخل كمان دلوقتي بقى كده على بعض المشتريات الخاصة بيها وكمان شكل الديكورات اللي بتزاين بيها المكان عندها وتبعا بتقدر تستغل كل حاجة في مكانها الطبيعي وبتقدر كمان تحط كل حاجة بشكل شيك ومنظم زي ما احنا شايفين والبضع كمان بالنسبة لنا بيكون أحسن جدا قالوا كمان دلوقتي كده برضو هنا نشوف كده الشكل العام والمجمع العام في التنظيم والترتيب وشكل البيت بقد إيه بيتغير بشوية تفاصيل بسيطة والمجمع العام كده بيأكل لنا دايما ان احنا قد المسئولية وست البيت الشطرة هي اللي تقدر تغير وتجدد وتوصل الهدف اللي هي عايزها يعني مثلا تعالوا نشوف دلوقتي في هيكة القطاع اللي قدامنا دي قطاعها خشبية كبيرة وحطتها كمان على البوتاجاز واستغلت بها المساحة وشكلها كمان حلو جدا يعني طبعا الأفكار دي صدقيني بتختلف من بيت للتاني وفي المجمع العام أكيد معظمنا ما يقدرش يستغنى أبدا على معظم التفاصيل اللي زي دي تعالوا كمان نشوف هنا دلوقتي مع بعض كده الديكور اللي قدامنا ده وشوية كمان كده الاستندات والتنظيم بتاعهم والترتيب قد ايه هيغير لك المجمع العام وشكل المكان بيختلف قوي فكرة بسيطة وديكور مختلف لكن كمان الشكل قد ايه بيكون متنوع ويبهيرك جدا بعيدا طبعا بقى كده عن الأجواء اللي ممكن تكون مختلفة ملهاش لازمة لكن صدقيني بين كل التنوع ده أكيد ساعتها شكل بيتك هيكون أحسن بكتير وكمة الرواءان واستعادل لأي واحدة فينا طبعا بتحس بيها مجرد ما بتجدد وبتغير وتكسر كده ما للروتين والحياة العادية مع المواقف اللي زي دي الموضوع بالنسبة لنا بيكون أحسن بكتير وشكل البيت قد ايه بيفرق ايه بالنسبة لنا عشان كده أتمنى من كل قلبي إن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو بكل أفكاره بكل مشترياته بالحماس اللي شفتو معينا النهاردة هستنى أكيد لايكاتكم الحلوة وحماسكم ومشتراككم معي عشان أبيركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة